ما احنا مش عايزين برضو ايه يبقى الامور بتاعتنا واضحة قوي يعني نتكلم على الدحيل نتكلم عليه بشكل مفصل اكيد النادي الاهلي انا معاك ان فيه انا انا شايف انه بيقدي بيقدي بشكل اكتر مره على مستوى الاستحواز مثلا دايما نسهب الاستحواز عاليا جدا اه فيه بعض الناس تقولك الاستحواز السلبي مالوش لازمة لكن النادي لا بيعمل استحواز ايجابي ليه بعدد الفرص او خلق الفرص اللي بيخلقها فده استحواز ايجابي انك بتستحوز عشان تبني او تخ لا فرصة فالنادي الاهلي بيعمل كده ايدك في النقطة يا دكتور بتاعت انه هو لازم يعني من ثلاث اربع فرص لازم نسجل طب تعال نروح مع حضرتك بنفس الاسلوب كده الدحيل القطري مواطن القوة فين بالزبط المواطن الضعف اللي ممكن نستغلها باسلوب النادي الاهلي عناصر المتودة داخل داخل الدحيل القطري هل هي عناصر فرقة تتميز بالكورة المرتدة هل تتميز بالكومباكت هل تتميز هل تتميز بالضغط العالي عزين نارف من حضرتك برضو تفصيليا فريق الدحيل شوف فريق الدحيل ظهرت كل قدراته لما لاعب باللعيب اللي حي لعب بيهم كسعامل الانديه يعني خب بالك ما حصل تغيرات كبيرة منها مثلا ان هم كانوا حيجيبوا فرجاني ساسي في اتفاق كده شبه مبدأي معاه ولكن راحوا جايبين مين جايبين نسخة تانية من فرجاني ساسي ولكن لعيب عنده ناحية الدخول كديفندر اعلى من ساسي ليه بقى ليه هم اقتنعوا بعلي كريمي على فكرة علي كريمي ده مش بايرن بتاع زمان اللي هو كان مكسر الدني لا ده ده لعيب صور لسه عنده 25 سنة فهو يقولك ايه انا عندي بما فيه الكفاية من اللعيبة اللي تقدر تديني في الناحة الهجومية وده اللي هقولك في طريقة لعبه قبل ما ييجي علي كريمي كانوا بيلعبوا زي بنقولوا كده زي طابع البسطة 4-3-3 دي الطريقة بتاعته كان بيلعب وقتها في نص الملعب كريم بوضيف اللعب الجزائري وكان بيلعب جنبه علي عفيف وكان بيلعب بناحية شبال لويس سيارة اللعيب البرازيل قد التلاتة بس التلاتة مش تلاتة خبالك لان 4-3-3 دي حصل فيها تعديلات كتير قوي في 4-3-3 اللي بتلعب بيها فرق كتير في أوروبا الوقت مش خالص 3 دفندرز كده مش تاته مرصوصين كده يعني رأس مسلس وواحد العالمين وواحد على شمال يعني مثلا كان إنيستا يامل برشلونة في عز وكده كان ده واحد من الثلاثة هتقول لي بقى ده دفندر كده ده كان من أمهر لعب العالم كان عندك يعني لعيبة لعيب مثلا زي لوكا مودريتش بكل قدرات وحسى اللعب في العالم في سنة كاس العالم 2018 مش عال بلك كان هو هو اللعيد ده اللي بيقدي ده ياخد اليمين وبالك ياخد الشمال وفي النص بقى أي واحد من اللي كانوا موجودين لكن أنا بكلمك على نوعية أو طريقة لعب مختلفة تمام فهو ما عندوش النوعية ده يعني الضحيل كان بيلعب 4-3-3 يعني على خط واحد من النوعية العادية عادية جدا بس هما ما كانش عندهم اللعيب الديفندر اللي هو القول لأن ليوي السيارة كان طرف الشمال بيكمل مع طرف الشمال تاري هقولك على الناحية اللجومية لكن كلعيب عنده قدرات الفنية والمهارية أكتر شوية من أنه يغطي في النواحة الدفاعية يعني مش زي مثلا اللعيب اللي هو بيلعب في شمال الملعب كده وينزل يقفل زي جوني رؤجيه مثلا بيلعب تحت روصة حرب لايه أوتوماتيك عنده في دماغه أنه لازم يؤدي أدور دفاعي فهما أما جاء علي كريمي اتغيرت الطريقة لما هيلعبوا مع الأهلي بقى هلعبوا باحد وقداموا اتنين لا هيلعب ازاي هيلعب أربعة أربعة اتنين بس التفصيلة بتاعتها ازاي أربعة في الدفاع واتنين ديفندرز واتنين تانين قداموا مع الأجناب بيقوموا بدور الأجناح وقدام اتنين روس حربة واحد واحد راس حربة أمامي واحد واحد راس حربة بيجي من تحت يعني مش راس اتنين في الصندوق أه يعني أربعة اربعة واحد واحد يعني يا واحد واحد راسين حربة في وقت الموقات هتلاقي الاتنين جوه جوه منطقة الجزاء في بعض الأحيان هيكون واحد قدام واحد لو هم اللي بيحضروا لسه لكن في حالة لو الكورة من ناحية اللي مين أو الشمال راسين الحربة جوه الثمانتاشر طبيعا مزبوط فخليني أقولك بقى إزاي على مستوى اللاعبين عندهم حارسين عندهم صلاح زكريا أو خليفة انضاي خليفة انضاي حارس سنجالي بس مجنس لكن صلاح زكريا يقول لي بيلعب المباراة الأخير فغالبا هو اللي حيلعب المباراة دي أخر مباراة لعبوها خالص وما وقفوا على اللاعب نعم مستوى الفني الحارس المرمى مش حارس يعني الشناوي مثلا بالمقارنة لو الشناوي على المستوى العالم اللي تيقوم تسعة من عشرة الأي واحد من الاثنين يبقى أقل شوية من تمانية من عشرة تمام ده حراس المرمى نمسك خط الظهر هقولك على التشكيلة اللي بتلعب في الفترة دي وإيه اللي ممكن هيطرق عليها من تغييرات في كاس العالم بيلعب في اليمين إسماعيل محمد وده لعيب أصلا كنص ملعب بس لعيب سريع لعيب طرف فنقله خلاه بكيمين طبعا المدير الفني اللي هو صابري لموشي ده كان لعيب تونسي الأصل بس فرنسي الجنسية فلعب لمنتخب فرنس رغم أنه إيه كان ساعتها أنا فاكت كان فيه ضغوط عليه كبيرة أنه لعب لمنتخب تونس قالك لعب لمنتخب فرنس فنهى مشواره كله بتنشر مباراة دولية مع أنه لو كان لعب في تونس طبعا كان زمن لعب بيت مباراة دولية هو لعب لأن ده فرنسية كتير جدا وكان لعب من لعب الممتميزية أنا شفته اتفرجت عليه فصابري لموشي يحب اللعيبة بتوع الأطراف عشان كده هقولك بقى قدي سبعيل محمد علي عفيف اللاعب اللي هو أصلا لعيب وسط هجومي هو لعيب تنزاني الأصل طبعا وحاصل على الجنسية القطرية برضو مجنس علي عفيف ده بقى بيلعب بك شمال وفي النص بيلعب اتنين أحمد ياسر المحمدي ده واحد من الاتنين ده مفيش فيه فصاب مين اللي حيلعب جنبه فيه مهدي بنعطية اللاعب طبعا اللاعب في أوفينتوس ملعبش في المباراة اللي فاتت في الدولة ملعبش في المباراة اللي فاتت بس هو الفكرة في أنه عنده خبرات كبيرة بس المشكلة بتاعته الوقتي مع لموشي اللي هو إيه البط قال إداله فرصة أكتر من مرة فهو بيتضرب بالدفاع ياريت هو اللي يلعب لأنه عندنا سرعات ممكن نكسر به الحتة دي اللاعب التاني بقى اللي بيلعب مكانه بسامي شامي يبقى كده فيه تغيير تقريبا واحد في الأربعة اللي هو نوصل لنص الملعب وجود علي كريمي هو ده اللي خلهم غيروا بخطة لأن علي كريمي لعيب مجهوده كبير جدا لعيب حتى أما جاه من نادي الاستقلال ده كان لعيب دينامو بتاع نص الملعب أقرب الشابه كده قوي بمثلا أقولك بحسن عبد الربو شو باقي فاكر حسن عبد الربو مكان فرميته كده اللي هو اللي عيب القوي اللي يقدر في وقت من الأوقات يوصل إنه يبقى ليبرو وراء المدفعين كمان ويقدر يلعب ليبرو من قدام المدفعين ويقدر يلعب ديفندر عادي ويقدر يكمل في النحل وجمه فعلي كريمي اللي بيضمن إنه هو يأمن في المنطقة دي خلاه جنب ليويس جونيور سيارة البرازيلي ده ليويس سيارة البرازيلي لعيب إيه؟ مهاري مهاري يعني عنده المهارة التسلم والتسليم الباسنج والدريبلينج مهارة كويسة اللي هو الجري بالكورة بس عنصر القوة فقده شوال يعني عنصر القوة والشراصة مزبوط ليويس سيارة ده برازيلي الأصل يعني برضو برازيلي الأصل لكن هو معجن سياقة فالتنين عالي كريمي ولويس سيارة دول الاتنين اللي بيلعبوا ديفندرز وبيتحركوا في الأطراف ويقدروا يعملوا الأدوار المختلفة لتأمن الناحية الدفاعية بس بقى الناحية بقى دي اللي أنا حقولك عليها فأربعة أربعة اتنين اللي هي الطريقة اللي بيلعبوه هم مميزين جدا في لعيب الأطراف فعندهم اتنين والاتنين برازيليين ادملسون جونيور ودودو ده برازيلي وده برازيلي والاتنين لعيبة مميزين جدا ومهارين جدا في اللعبة على الخط فخلى الاتنين الديفندرز وخلى اتنين يبقوا أطراف صريحة يعني اتنين ديفندر واتنين أطراف صريحة بشكل الجناحات بتاعة الزمان بالزبط بشكل الجناحات بتاعة الزمان وقدام في لعيب راس حربة صريح اللي هو المعزة علي المعزة علي طبعا اللي اتفرج على كأس الأهم الأسيوية الأخيرة كان هو دوره تقريبا 80% من فوز قطر بكأس الأهم الأسيوية وهدى في البطولة وأحسن لعب في البطولة وكل الكلام ده مستوى قال فقال لك أنا أقام النفس بمين راح جايب اللاعب المميز الأخر اللي هو مايكل أولونجا الكيني الكيني الأصل مايكل أولونجا في حياته كلها لم يلعب كما لعب في الشوية الأخيرة دول لأن مستوى تطور جدا هو حتى كان مميز شوية بس كان بيلعب إيه بقى؟ بيلعب رقم عشرة في كاشيوا بيرسول النادي الياباني اللي جاء منه على سبيل الإعارة على الفكرة مش جاي مش جاي ها جاي على سبيل الإعارة فكاشي في كاشيوا كان هو بيلعب رقم عشرة هنا لا تسعة هو مخليه تسعة صريح والما كان بقى اللي هو اللعيب الأقوى واللي عنده بدنية عالي كيني الأصل هولونجا هو اللي يلعب تحته فيبقى كده أربعة وبعدين اتنين في نصف الملعب واتنين في الأطراف وواحد مواجم في الصندوق وواحد مواجم بيجي من تحته فدي كده الطريقة اللي بيلعب بيه فأنت عشان تواجه هذا الفريق أكبر مشكلة عندك إنك عندك اتنين عندهم المهارة اللي يعدوا من الأجناب من الأطراف يعني يستغل الفرصة إن أي طرف من الطرفين يتقدم يلعب من وراك فأنت هتبقى تأمنها إزاي هتأمنها بإنك أنت عندك في نصف الملعب واحد قافل باستمرار على حياته دي لو تفتكر لما مثلا كان بن شرقي إزاي زيزو كان بيعرف يوقف في الناحية دي يعني زيزو اللي هو يمين بيقابل الشمال اللي هو بن شرقي كان بيسقط معها لغاية الآخر خالص ويطلع معاه وهكذا فكان تقفل السكة دي زي مثلا أما كان جونيور أجايب يلعب كما لو كان باك شمال قدام الباك الشمال علي معلول إزاي أنت تأدي دي تأفل المساحات دي